تجمع حوالي ثمانية آلاف شاب كاثوليكي من الولايات المتحدة والجليل في مركز بيت الجليل للمشاركة في لقاء حركة الموعوضين الجدد اجتمل اللقاء على الترانيم وصلوات وقراءة الإنجيل المقدس بالإضافة إلى عيضة صاحب الغبطة البطريارك فير باتيسا بات سبالة بطريارك القدس للاتين الذي ركز حول أهمية عيش التطويبات في حياتنا اليومية تضمن برنامج الحج لشباب الولايات المتحدة زيارة إلى الأماكن المقدسة ورحلات إلى الأردن ومصر تهدف مثل هذه الخبرات الشبابية إلى اكتشاف جذور الإيمان في أرض المسيح من خلال السير على خطاه